موسيقى إنما تيه مساعدات كتير قوي معنوية بتضيف قوي للبنى الدنيا تعودنا إن إحنا نساعد بعض ونعتبر نفسنا حلقة وسط دايما ما بيننا وما بين المؤسسات ما بين المواطن وطريقة وصوله لحقه حقه بقى مع أي إن كانت الوزارة الخدمية اللي بيحتاج لها وزارة صحة وزارة إسكان وزارة تضامن في حقوق كتير قوي ضايعها اللي ضايع فيها المفهوم اللي عند المواطن قبل البيروقراطية وقبل ضياع حقك كمواطن في الوزارة هو ضياع المفهوم اللي دايما بنحاول نوصله هو مفهومك يكون سليم في طريقة طلبك للحق مسألة هي سهلة ومسألة نسبية ومعادلة سهلة جدا على المواطن برجع لك تاني دفتر أحوال على الفيس بوك هو دفتر أحوال بالعربي للمتابعين لنا على صفحتنا الاستفسارات موجودة طوال الأسبوع أرقام تلافوناتنا موجودة على الشاشة كل الأسئلة بنجاوب عليها كل الاستفسارات بنجاوب عليها حتى الاستغاسات بيجينا استغاسات كتيرة جدا جدا بيجينا أسئلة وبنرد عليها عمليا في منها اللي بيحتاج لرد بسيط وفريق العمل بيرد على ده بصفة دورية وفي غيره بيحتاج لتواصل ومقابلات وبنعمل ده الحمد لله قدرنا نحل كتير قوي وربنا قاعدنا على دا ويعنا كمان على حل المشاكل للناس مشاكلنا كتير بس الحمد لله حلولنا أكتر عندنا النهاردة جلنا على الصفحة تقريبا طوال الأسبوعان اللي فاتوا أسئلة كتير قوي على النص اللي منصوب عليه في شقة اللي منصوب عليه في فلوس واللي تنصب عليه في عربية أسئلة كتير جدا حاولنا نرد على بعضها ردنا بقدر الإمكان إنما قررنا ووعدنا المشاهدين والمتصبين والمتابعين جدينا على الصفحة إن احنا هنعمل حلقة على دا وكانت في رأيينا كفريق إعداد إنه أفضل حد نستعين به في دا هو وظيفي النهاردة اللي حبيت أعمل مقدمة دي لإنه فعلا هو بيساعدني دايما في الأمور دي أول ما فكرت أعمل حلقة وأتكلم عن النص قلت أستعين بالمستشار حسين عبدالفتاح أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا زبرايب نورتنا الأول يا رب بيخليك يا مالبشر شكرا لك على تلبيتك للدعوة تحت عمر كمالبشر وتحت عمر برنامج دفتر أحوال بنشكرك وبنقول لك النص عندي حلقة كتير قوي نصب علي بشقة في بيت فعمارة في عربية عايز أعرف إيه الفروق ما بينهم إيه الطرق اللي نتجنب بيها دا إيه الحلول قبل ما تبتدي اللقاءك وحوارك واسيبك تعيش معانا في الجو وفي الأسئلة بفكر كل المشاهدين وقول لكم اللي عايز يسأل أو يستفسر عن أي حاجة أرقامنا موجودة طوال الحلقة على الشاشة مستعدين للإجابات والاستغاثات كمال وحتى أي استفسار قانوني حسين زبرايب قل لنا جريمة النص بتبقى النص المادة 336 من قانون العقوبات هي من الجرائم العمدية التي أعطاها القانون اهتماما بالغا ليه؟ لأنها من الجرائم زادة الطبيعة الخاصة التي يلجأ إليها الجاني للاستلاء على مال المجن عليه بدون إقراه أو ضغط وإنما بإرادته طيب النهاردة عشان أنا أستولى على المال دا بدون إرادته بعمل إيه؟ باستخدم حاجة اسمها طرق احتيالية يعني إيه طرق احتيالية؟ تخذ اسم كاذب تخذ صفة كاذبة الإهام أو الأمل بحدوث ربح وهمية فأنا عندي النهاردة المادة 336 عددت وابينت على سبيل الحصر وليس المثال طرق استخدام النصب عليش خلينا أقف بيك للحظات واعتبر نفسي كمشاهد وكأنني مش فاهم وعايزك تبصت لي يعني إيه أولا الطرق الاحتيالية ويعني إيه الإهام ويعني إيه حتى القانون يحدد الطرق على سبيل الحصر؟ النهاردة الطرق الاحتيالية الكذب المجرد لا يكون به جنحة النصب يعني الكذب المجرد بدون تدعيمه سواء بطرق احتيالية أو سواء بأوراق مزورة أو سواء بجعل صورة مزورة في صورة واقعة صحيحة لا يرتقي إلها مرتبة النصب يعني ندي مثال مثلا لو قلت لك أنا ظابط وما أخدتش منك حاجة فده كده كذب فقط آه ده كده مجرد لازم يكون في طرق احتيالية على أساس يبين لي أنه هو ظابط واستخدم صفته بمعنى أنه هو مثلا يكون متنكر مثلا في زي ظابط يكون حامل سلاح ناري وجهاز بيقوله أنا ظابط في الحتة الفلانية وبينصب عليك وبيقولك بناعن عليه بقى بناعن عليه أنت عايز تعمل إيه عايز أعمل كذا طب أنا ظابط في الحتة الفلانية لازم يدعمه ما ينفعش الكذب المجرد لازم يدعمه طرق احتيالية تمام تخسفها كذبة أو جعلوا واقعها مزورة في صورة واقعها صحيحة أو الإهام بحدوث الأمل يعني بمعنى أن أنا أوهمك أن أنا عندي مشروع هطلق عليك رخصة هعمل لك هعمل لك لازم يكون لازم يكون في نتيجة تمام وبتتجه الإرادة دي للاستلاء على مال الجاني يعني النهاردة لو حتى استخدمت النصب واستخدمت الطرق احتيالية بدون الاستلاء على مال المجن عليه لا يعد نصب لأن النهاردة علاقة السببية بتربط ما بين الركن المادي وما بين حصول الضرر إن أنا أكون استوليت على المال طب أنا النهاردة في جنحة النصب أنا النهاردة كذبت وعملت طرق احتيالية واستخدمت طرق احتيالية وبعد ما استخدمتها ما حصلتش منك على المال يبقى أنا ما ارتقيش لجنحة لازم يكون المال لأن إرادة الجاني بتتجه لسلب مال المجن عليه يعني هي كلها ريحة على أنه أخذ فلوسك أسلبك فلوسك تمام تمام ده بالنسبة الركن المادي اللي هو الركن الاحتيال اللي هو لازم ادعم بطرق احتيالية طيب يعني إيه بقى القانون سرد الحالات بتاعتها على سبيل الحصر سرد على سبيل الحصر قال كل من توصل الاستلاق على نقوط أو عروض أو سندات دين أو مخالصة أو متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال وباستخدام طرق احتيالية من شأنها إهام الناس بوجود مشروع وهم كاذب طيب يعني النهاردة هو حط كل الحالات علشان يوقف أي طريقة مبتكرة جديدة لا وفي طرق بتطلع جديدة يعني النهاردة مع استخدام أسليب للنصب وانتشار وانتشار زعير هو المجتمع النهاردة يعني حط للجريمة دي طبيعة خاصة ليه لأنها لازم تدعم بطرق احتيالية فالنهاردة الطرق احتيالية في تطور دائم فالنهاردة حتى لو القانون هو القانون النهاردة قال لي إيه قال لي جعله وقعة ومصورة في صورة وقعة صحيحة الاهم بمشروع وهم كاذب إيه استحتيه بقى كل حاجة إن أنا أنا إن أنا تصرفت في منقول مملوك للغير يعني بالنسبة للنقطة دي أنا جاي باجا أقول لك يا أنا صاحب البيت ده وأنا معايا ورق وبيوريك ورق بيدعم لك بورق مزور نوع شاري البيت ده جميل وبيجي بعهولك فده دخل تحت قائلة النصب حل لو بيع مال بيع مال أو منقول مملوك للغير هو مش بتاعه أصلا فبعهولي تمام تمام فالنهاردة استخدام صفة كاذبة إنه هو زي ما حضرتك قلت في بداية الحلقة بقول أنا زابط آه فلازم أدعمها برضو بالطرور الاحتيالية آه فأنا عايز إيه؟ والمهم أنه ظابط المهم أنه هعمل لك إيه؟ عشان أخذ فلوسك في دي المشكلة جعل واقعها مزورة في صورة واقعها صحيحة بمعنى إنه هو واحد يقول له مثلا أنا سي أنا مدير المكان ده تمام خش جوه المكان يسلم على حد ويقعد وبتاعه في ديني بإحاد إنه هو صاحب هنا يوريه إنه هو موجود هنا فالنهاردة مع انتشار أساليب النصب ومع الانتشار يعني الزكاء الزكاء الجاني زاد جدا في حدت النصب دائماً الترجعتني الجزئية مهمة دايماً بيقولون إن النصاب هو أذكر شخصيات آه طبعاً طبعاً أذكر من الحرامي وأذكر من اللي لأن النصاب هو ما يقدرش يخدع يعني بيخدع ما بعد متوسط الزكاء صح ما قبل متوسط الزكاء ولغاية متوسط الزكاء إنما العيال الزكاء اللي هو النصاب ما يقدرش يخدعو إنما العامة كلهم وده يعني يمكن عندنا مثل مصري أو شعبي دارج النصاب عايز طمعه هو بيقوله بيقوله زي طول ما الطمع موجود النصاب بغير زي بيقوله فهو برضه بيلعم على أن هو بيوهم المجن عليه بأنه أنا أقلك ربح أو أقلك فايدة أو أعود عليك بنفع فالنهاردة الكلام ده لازم مجرد أن أنا بقوله له وبدعمه بطرق احتلية فخلاص هو الجاني يوجه إرادته لسلب والاستلاء على مال الجاني على المال المجن عليه فبالتالي بدأ إنه هو خلاص زي ما بيقوله إيه إنه هو عدله الطرق الاحتيالية بدأ إنه هو يوهمه بالمشروع الكاذب بدأ إنه هو يوهمه بحدوث ربح كل ده بيصب في إنه هو في الآخر بيستولع على مال الجاني حلو جاءنا أسئلة كتير إنه فلان نصب علي وبس خد حكم أسبوعين أولا إحنا جايين نسأل حضرتك العقوبة هنا في جريمة النصب من إيه لإيه؟ يعني الحد الأبنى بتاعها إيه؟ الحد الأقصى إيه؟ وإزاي بتتقدر بقى العملية دي كلها في الأحكام؟ يعني عندي عقوبة النصب عمتني يعني بانطبق عليها الجنحة فعني عندي الجنحة من 24 ساعة لغاية 3 سنين تمام؟ بيقدر بقى حسب موضوع النصب في قيمة المال المنصوب عليها أقف عند جزئية التقدير دي وأرجعلك فيها بس خليني أاخد اتصال الأول أستاذة ياسمي مساء الخير؟ أهلا يا فنس أهلا يا فنس أهلا يا فنس أهلا يا فنس أزيل فل أنا كنت أحبب قاني بابا وقاله في مزيد من التقدم شكرا لكي وبنشكرك على اتصالك وعلى متابعتك لينا أرجع خاني تقدير عملية العقوبة نفسها إزاي النهاردة القاضي يحكم إما ب24 ساعة وإما ب3 سنين بترجع لإيه؟ لزروف الواقع بتبقى رجع لزروف الواقع الطرق اللي استخدمها الجاني المبلغ المتحصل عليه قيمته قد إيه؟ تمام يعني دي كلها بتبقى زروفه كل دي بتخلي بتحط القاضي في عملية تقدير يعني مش هنجيب واحد مش هنجيب واحد نصب مثلا على ألف جنيه زي واحد نصب مثلا على 20 مليون جنيه هرجع لك برضو لنفس الجزئية لإني عندي استفسارات وأسئلة فيها بس أخذ الحجة السعادية من الإسماعيلية تقريب المصبوك سأل خير؟ أيوة إزايك يا فنس إزايك 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 صحة والسلام يا أم بالنسبة للخمس علوات يا بني موضوع الخمس علوات إحنا الغد دلوقتي ما وأحنا كنت شغالة في شكل ترانزوستر وكان برضو قلينا خمس علوات واخذنا علواتين وفضل لنا ثلاثة وبعد الزمل أخذوهم وبعد الزمل ما أخذوهاش طيب واتشغالة من سنة 64 يا بني باخد ثلاثة جنيه وثلاثة سنة ألفين معاش مبكر وكان لنا الخمس علوات خذنا منهم اثنين وفضل لنا ثلاثة بعض الزمل أخذوهم وبعد الزمل ما أخذوهمش طيب الكلام ده تعريبا من أمس من حضرته بقاله قد إيه انت صرفت العلواتين من حوالي ثلاثة سنة طيب في أسئلة بس الناس اللي صرفت وحنا من الناس اللي كنا رفعين ثاني مرة نرفع عضية تمام في ناس صرفت الخمس علوات اه صرفوهم غير الخمس علوات اللي بيتتالي معنهم الحج بدر البدر فارغالي تمام دول أخذوهم وإحنا ما خدناهمش الغدل الأخر حاجة خدت العلوات الثالثة العلوات الثالثة هي انت صرفت اثنين ولا ثلاثة أنا صرفت اثنين بس وفضل لي ثلاثة فضل لي ثلاثة رفعنا أواضي بعد الزمل أخذوا الثلاث علوات الآخرين دول وإحنا ما خدناهمش صرف الحكم ايه الحكم الحكم اترافض المرة دي لكن لا إحنا الزميننا أخذوهم بعد الزملاء والزملاء إحنا اللي أنا من ضمن الزملاء أنا وجوزي باخذناش العلوات دي تمام فيها سئلة طيب هنرد على حضراتك دلوقتي تابعينا وبنشكرك لاتصالك الأول وتابعينا وهيرد عليك المصدر حسين عبد الفتاة بخصوص موضوع العلوات وطبعا الجاة الإدرية ما بتنفس من نفسها يعني الجاة الإدرية متعارف إنه يجي يقول لك أنا عندي كمية علوات هنفزها اللي بيخد الحكم بيجي نفزه تانيه لأن النهاردة بيبقى عنده عدد طائلة عدد طائلة من تنفيذ المبالغ دي كلها فبيبدأ إنه هو اللي بيتجه وبياخد حكم بيرجع ينفزه فالنهاردة الأخت سعدية قالت إن عندها عندها في بعض الزملاء صرفوا الخمس علوات برضو بمجاب حكم وهي أنا سمعت إنها قالت إنها برضو رفعت قضية بس صادتها خيات رفض تانيه النهاردة طالما الجاة الإدرية مش هتنفز ما بين حكمه أو حكم لا أو مش هتقرر ما بين حكمه وحكم النهاردة يعني هو بيلجع لمكتب فض المنازعات وبيقدم أحقيته في التسوية وأحقيته في العلوات دي تانيه والله يا مكتب تسوية المنازعات إداره صيغة تنفيذية بيبدأ ينفزه الجاة الإدرية بتنفز له مدلو الصيغة تنفيذية بيبدأ يرفع دعوة في مجلس الدولة عشان ياخد حكم بأحقيته في العلوة دي ويبدأ إنه هو يركح حاجة الإدارية عشان ينفزها طب خليني أقول بس قبل الاتصال لأنه معانا تصالات كتير إيه الحل ليها الحاجة السعادية علشان تاخد الدصر في العلوات لازم معانا باش تاخد حكم لازم ترفع دعوة في مجلس دولة تاخد حكم والحكم اللي هي خديدة اللي بتقول خالد رفض أكيد في حاجة في الشكل يعني وارد إنها ما تكونش التجأت لمكتب تسويت المكتب فضل المنازعات وارد إنها ما تكونش قدمت حاجة في شكل القضية وليست مضمونها حطيتها قرار تعينها أو قرار الخدمة بتاعها أو درجتها الوزفية حاجات في الشكل إدها رفض إدها رفض شكلا بدليل الناس زميلها صرفوا بالفعل وعلى نفس الدرجة تقريبا خطأ عندها في القضية خطأ عندها أو من عند المحامي اللي بيدر لها العملية دي خليه الحاجة السعادية طبعا يعني سمعت ردها الرد على موضوعها وإذا عندك استفسار تاني إحنا تحت أمر حضريك ممكن تاخد رقم الكنترول وتابعينا وإحنا موجودين مع حضريك خليني أخد اتصال تاني من الأسماق مساء الخير وعليكم السلام ورحمة الله إزاي حضريك إزاي حضريك يا أستاذ لو سمحت أنا كنت عايز أسأل على حاجة جوزي كان شغل في أحد الشركات تناير فهو عمل مضوع الحمولة وهو خارج بالعربية وفرح في أرض كان في محطة مي هو كان حمولة شابة سيلة حمولة إيه؟ شابة سيلة شابة سيلة تمام ففي أحد الشركات دي رح في مكان نائي يعني الأرض كانت باشت من تحته منه العربية تقلبت وهي واقفة الوحدة تمام فطلب النجدة فالنجدة جيه وكيل النيابة وأخلى سبيله فمشي فبعد كده اكتشفنا بعد خمس ست سنين إن الشركة رفع علينا قضية وخدت حكم علينا بسبعين ألف جنيه ثمن الحمولة هي الشركة دي قطاع خاص ولا قطاع عام؟ شركة النيل لنال التقيل دي قطاع عام؟ مالعام دي شركة قطاع عام؟ قطاع عام مالعام تمام اه طب هو هو مازالش رجال في الشركة؟ لا هو لما الشركة بعد كده أول مرتب أبضوا رحوا خصموه قالوا له برضو من ثمن الحمولة فهو ساب الشركة خد ورقه في الشركة وبعد عن الشركة أو شغال برة دلوقتي من الوقت الواقع نفسها ودلوقتي هو حضرتك عمله حجزه حجزه على عزالي وانا مش عارفة عمل ايه وجوزي هربان وانا دلوقتي مش عارفة ايه اللي انا عمله او جوزي ايه اللي يعمله هو هو لو معا سبعين ألف جنيه ما كان جاب له تاكسي استفزق منه او كان عمل حاجزة ايه اللي تم فيها معلش؟ طيب الحمولة اللي وقعت دي كلها انتهت يعني على علمك بالواقعة كل الحمولة اللي وقعت دي هي وقعت وما يعني ما لحقوش منها حاجة؟ لا ده شابة سيلة زي المية دلقت عارفة ايوة 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 كلها كلها وقت وقت عالارض او العربية كانت الصانية بتاعتها التريلا باشت فالعربية تقلبت الحمولة كلها نزلت عالارض تمام تمام خليني هنرد على حضرتك دلوقتي تابعين او اسماء وبنشكرك للتصالك الاول وتابعينها هيرد على حضرتك هيا مش مسألة يعني مش انا شايت انه كانت حل لقتها هترجع للسلامة المهنية بالضبط اول نهاردة يعني بحطة ان هي لو زي بتقول العربية نفسها هي اللي من قوة الحمولة بقوة الحمولة انها باشت او زي بس خليني اقول انه وقتها كان التضارج ده كان امره اسهل ان العربية نفسها كانت موجودة وانه الخبير يقدر يحدد مدى سلامة العربية من عدمه النهاردة السيارة دي بتبقى ملك للشركة يعني بتبقى من ضمن قسطول الشركة فالنهاردة ليها سيانة وليها مقدرش اطلعها بحمولة في المواد كيموية شايته الخطورة زي دي ولازم اكون مطلعها العربية على اكمل وجه يعني ما تبقاش فيها ما تبقى ما يبقاش فيها اي اضرار ما يبقاش فيها اي 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 اضرار اطمن ان العربية سليمة الاول علشان اطلعها في الشارع لانها ممكن تسبب كارثة بعيدة عن ده انها تغبط بين ادم او تموت بين ادم انا بالنسبة لي انا بالنسبة لي ا relative جوز اسماء درج السواء اه او ع 5 فالنحن شيء بعمل تسعين في المواد يعني هتلاع دعوة الزام بمبلغ الحمولة اللي هو الي موجود بالضبط النهاردة انا انا كدوري او انا انا scripture اخذ منه حمولة عشان ان انا سوالها ولا حدت حمولة بنقلها انه اخدها من مكان لمكان يعمل اي دلوقتي؟ هيعمل استقناف في الحكم طبعا لان هو كده ومفروض كده ان هو ما حضرش فيه يعني عشان ياخد عليهم إلزام بسبعين ألف جنيه يبقى معنى كده ان هو ما حضرش وما بداش اي اتفاع يعني ما قالش انا راجل شغال ما قالش انا لازم اطلع بالعربية السلامة المهنية ما قالش العربية دي نفسها سليمة ولا بايزة وبعدين النهاردة حتى لو حصل كده يعني بالنسبة له له قوة قهرة دي مواد كيموية شديدة التحلل قامت باتلاف السيارة ومما قدى لسهال الحمولة يعني فيه طرق كتير يقدر يدفع بها عن نفسه بس مجرد انه يبتدي في مراحل التقاضي وما يبدلش هارضة يعني كان رد في المحكمة على الاتهامات الموجهة لدي تمام الرد وصل أسماء وإذا فيه عندك مشكلة تانية تقدر ترجع لنا أرقامنا موجودة احنا موجودين معاك إذا محدش حللك المشكلة احنا موجودين والصير حسين موجود نقدر نتابع مع حضرتك معانا كمان آية من القاهرة تقريبا ولا من البحيرة؟ من البحيرة آية مساء الخير مساء النور من الشاشة على حسين شكرا يا صدق آية بس عايزة استشير بس الأستاذ أقول له بس لما سألت كذا وحامل حاجة فعايزة عرفت يعني أنا مش فاهمة فاهمة اتفضل دلوقتي أنا والدي مجلوسي لشي هو مستيب لكل فأنا خدت شقة متوفي ايه متوفي ايه أنا خدت شقة تماما آآ يعني بفلوس نصها وردت وبنصها بفلوس اللي كتليها عن ورد طبعين أنا دلوقتي كتابها باسم و باسمهم يعني بعد بعد وردتك مخدت كن حياة للي بس المحافي في مرحامي لو كان في الموضوع قالي المخدوط لازمة نقامضة من أمك بي عليك مخدوط المحامي قالي انت تبدو لا معلوش واحدة واحدة علينا ايو انت اخدت شقة او انت دفعتي فلوسها انا انا كان ليا فلوسها عنده عند ابويا حلو تمام فهاو قال لي ايا هو كتاب كده بالشقة بنص الفلوس ليا ونص الفلوس يعني نص الشقة بفلوس ونص الشقة الثاني ورس تمام من أمك اللي ضدتك الفلوس قالتنك دي ورسك من أبوكي لا أبويا اللي قالي ورسك يعني ورسك بس بعد أمك ما تتوفى هتكون بتاحتي خدلك شقة باسمك انتي وأمك تمام تمام طب قلดين بس المفروض الشقة ليا والاسم و باسم أمي قال لي بعد امك ما تتوفى دي شقتك. فأمي توفى. تمام. تمام. اخواتك بيقولوا بقى اخواتك عايزين يدخلوا في ورس مع اه في نصيب امك. اه هم لا هم كل واحد هم شقة بس هم قالولي المفروض اه في امضة من امك ان هي باعتلك نص شقة لك. طب هي الامضة الامضة دي مش موجودة. ايه الحل? اه المتحاني بعد الوقت بيقول لي انت انت تبطمي مكان امك. لا. انا عملت كذا. تمام? انا عملت كذا. تمام. وبعدين هو سجيش العقد في الشهر العفاري. تهيك باك. في تضغير? هرد عليك. طب عايز اسألك الاول كان سؤال. اخواتك وضعهم ايه? اخواتي مش مواسئين اخويت كيفير خلشقة وقال لي ده عقد مزور واخد في نصك اللي هي اللي انتك اللي كان لك عند ابوكي. لكن النص الثانية من فيش ورس. يعني اخد كمان النص بتاعك? اه اخد 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 الشقة الحالة. قال لي ان لو انت عايزة في نصك اللي كان لك عند ابوكي خديها لكن في ورس انت وفيش. ده علشان انت عملت زورتي العقد? اه وبيقول لي طب قلته طب في عقد كده معمول بيقول لي لأ انت دلوقتي العقد ده اه مزور. طب هو متبتك في الشارع كالي ازاي? ما هو يعني هو. يعني الغلم اللي هو في القدي احتاج اتنين شهود وصورة شهالة وفات ابويا وصورة امي وخد. طيب انت عندك رسيلة ثانية. طيب. اظن ان يعني اتطلت قطع الاول. اه بشكرك وتابعينا ويعني هرد عليك قدر الامكان على الواقع اللي اللي وصلت لنا. بس اظن انه يعني الموضوع شائك عندها انها. طبعا وبالنسبة ليها وبالنسبة ليها طالما والدها كتب لها النص بتاع الشقة بتاعها. وكتبها لولدتها ولها بعد والدتك مثلا هيبقى ليكي الشقة كاملة. كان عمل لها العقد البيع بتاعها بنص الشقة. والعقد بتاع والدتها كان عمل لها كان عمل لها عقد بيع بالشقة كاملة مع الاحتفاظ بحق الرقبة للام الحين وفاتها. وفي حالة وفاة الام كان يبدأ العقد يصير كله في مواجهتها. اظن انها غلطت وانها. طبعا طبعا. يعني هما وصلوا لمرحلة انه اخواتها بيه سوموها. طبعا. وهي وقعت في خطأ. ان هي انها تتستنع عقد. وتوصل مكان والدتها. والكلام ده كله. والنهاردة هي كده مبدئيا كان لها نص الشقة. وليها. بس دنهاردة هم عندهم وسيلة تهديد حقهم فيها اللي هي زورت النص فانت ملكيش النص التاني كمان. هي اللي حطيت نفسها في الخطأ ده. دي حاجة. بس ان كانت طبيعي كانت طبيعي. ان هي لها نص الشقة. وليها من النص التاني ورساها من والدتها. حقها من امامها. فبالتالي هيبقى فيه باقية اشكاقها في المحصورين في النص التاني بتاع والدتها. كانت هي بدأت تشتري من واحد واحد او بدأت فوضت معاهم. وكمان كانت تبقى قاعدة متهائلة. يعني محدش كان هيبقى قاعدة في الشقة ومقيم غيرها لانها ليها النصيب الاكبر. اكبر من اكتر من نص. هي ليها النص ونصيبها من والدتها فهي معاديها النص. تقدر يتكلمينا تاني ونحاول نشوف حلول ونوصل الحلول. موضوع الشهر العقالي بتتكلم. بتقول ان احنا رحنا لمحكمة واتنين شهود وشهدت الوفاية بتتكلم على علام الوراصة. اه. علام الوراصة بتاع والدتها. والدتها نفسه. خليني اخد اتصال من امور دينا. نساء الخير. احنا اسفين انت على التلفون بقى ليك كتير. احنا اسفين. اهلو سلام عليك. وعليكم السلام. السلام. الله بركاته. اه. لا ولا يمكن. طب اسمعينا من. انا كنت اعجب تتسأل بس اه. وقت التلفزيون واسمعينا من الوات التلفزيون. ماس. ماس كده. اه طبعا. ماس. انا كنت عايزة بس تسأل على على حاجة. انا جزء متوفي. ومعي ولد وبنت. وابو عايش. واخته واخته عايش. فهو مش هدي يكتب لهم اي حاجة ولا ويرس بيقول لك وما ملوش حاجة عندي. حتى اللي هو. تي حاجة يعني بيقول لك المرس اللي هو. الموصية الوجبة. الموصية الوجبة? يعني دي الدوم مش عايز دي الدوم حاجة. ومش مكتوب حتى السألة. مش مكتوبة بتاع اسم جوزي. العداد بس اللي كان باسم. فبيقول لك هو ممنونش حاجة عندي. حتى في حاجة اسمها الشارع كده. في الشارع. الاسمها ايه موامر. طب انتو تصرفوا منين? احنا هو كان طلع اه كان طلع المعاش ليه. هو كان سواء. كان طلع له اللي هو المعاش التأمينات يعني. بس هو ده اللي بطرف عليه على على ولادي. ولادي زغنانين يعني. واحدة في سنة اولى. والتانية لسه في الحضارة. وحماكي ده ما بصرفش عليهم خالص? لا خالص. يعني انت عايشة بالمعاش فقط. اه. لما بتفهم اي حاجة. ما بتصرفش عليه باي حاجة خاصة ولا مدرسة ولا اي حاجة. يعني انت عايشة بالمعاش بتاع بتاع جوزك بس. بالمعاش بتاعي بس. بالمعاش بتاعي بس. هلي بيترفع علي يعني. تمام. طب انت طلبك من حماكي انه يكتب للولاد او او يديهم. انا خايفة اني يعني ما يعني ما يكتبش حاجة لولادي ويكتب كل حاجة لبنته. اه. وطي التلفزيون. وطينا التلفزيون بس شوية. وطينا التلفزيون عشان تاورت سمعينة. اي حاط. وطيها عالاخر. عالاخر. اه. انت بقى عايزة يقمن مستقبل اه ولادك. عايزة يقمنهم لان يعني باباهم ماتوا ما كانش ورا اي حاجة. تمام. بتسألي في قانونية ده او لا يعني. اه. فانا يقول لي لا انا مش هكتب انا كل حاجة لبنتي. انتو مالكوش حاجة عندي. عشان هو الولد مات قبل قبل باباهم. طب هيرد عليك النصر حسين دلوقت تابعينه. انا عايز اعرف هو هو نصيب ايه هلهم ما هياخدوا مثلا ويلف. زي ما كان ابوهما عايش ولا ما لهمش اي حاجة خالص. طيب. هيرد عليك دلوقتي حالا. تابعينه وبشكرك على اتصالة. وبالنسبة لعدم الانفاق بتاع الجد على الابن والابنة. ليه انها ترفع حاجة اسمها نفقة اقارد. ترفعها على الجد طالما متأسر وحالة المالية كويسة. تقدر انها ترفع عليه حاجة اسمها دعوة نفقة اقارد. ان دول احفاده وهو حالته متأسرة. واحفاده عندهم عسر في المصاريف. فيقدر ان هم يرفع عليه لو هو متأسر ماليا. واسبت التحري ان هو دخله كويس. او يقدر ان هو يستقطع مبلغ من دخله للاولاده. لحفاده. اسمها نفقة اقارد. يعني ده هو وضع الزامي للجد. طبعا لو الجد مرتاح ماليا. يعني لو الجد متأسر ماليا. بيتعامل القانون بيعامله معاملة الاب اللي ما بيصرفش على ولاده. طبعا. طبعا. لانه يعطب روان نارده. يعني ده خبر سعيد ام ردينة. تقريبا صحة كده الاسم ما كنتش اخطأت فيه. ام ردينة لو بتتبعنا. اتهالي ده خبر صار بالنسبة لك انك ترفعي دعوة نفقة. والمصارب حسين دلوقات قول. نفقة اقارب. من حقك انك ترفع عليه دعوة. علشان مصاريف ولادك بشكل قانوني. تأمني نفسك على الاقل في المعيشة قبل التأمين في المستقبل. اه. دي نقطة. النقطة التانية بالنسبة للورس. اه. اه. للمراس. للمراس زوجها المتوفي. رحمه الله. النهاردة في حاجة اسمها في القانون وصيها واجبة. يعني ايه. يعني ان انا النهاردة لو توفى يعني الاب موجود وتوفى الابن على حياة عينه. لو الاب بعد كده توفى يعني بيبقى ليه في مراس. بيبقى ليه في احفاده ليهم في مراسه نصيب والده. بمعنى. لو انا عندي مسلا سيء. توفى الاب. وعنده وعنده ولدين. وعنده ولد وبنتين. تمام. فلنهاردة التريكة هتتقسم على النص للابن. والنص للبنتين. تمام والنص للبنتين. لو عند الولد النهاردة الولد اللي كان费ايا الوبات والكوافى. لو هو لسه على قيد الحياة فكان مفة له النص. تكما. يعني هو كأنه ولاده بيورسه. بيورسه مكان. مكان. بيورسه مكان. يعني كمان حتى بعد الحياة والبوت وبعد العمر ولادك متأمنين بان ليهم مراس شرعي من جدهم بالقانون والشرع. يعني بالاتنين. وهي لو شايفة ان في اي عاملاك تخص زوجها المتوفي او ليه مسلا شقة ويرسم مع والده او لا اظن انه هي حتى قالت وصراحة بدأ ان هو مفيش مراس لانه الراجل الحماها قالها انتو ملكيش عندنا اي حاجة كل حاجة باسمي. متهالي خبر كويس جدا ليها. خليني ااخد صال تاني من استاذها حكمة. صح? ولا حكمة? استاذها حكمة? مساء الخير. تقريبا الخط قطع. تمام. متهالي اه يعني للمتصلة القابلة دي خبر خبرين كويسين افضل من بعض انه ليها حق انها تصرف. وليها كمان الحق في. لا وكمان ليها كمان انها لو هي شايفة ان هو في اي اموال هي علمت بها في مبعد ان زوجها كان ليه مسلا نورسم داخل شراكة مع حد داخل شراكة مع واحد. اه اه دي مور تانية. تقدر انها تتجه تقدر انها تتجه لنيابة الحزبية. نيابة المال. وتقول ان انا عندي كسر. رجعت لنا تاني الاستاذة حكمة. ايو ايو. مسائل خير يا حاج. مسائل فل. فضالي. انا لو. انا مكلمك حاجة والنبي لو سمعت. فضالي يا اوب. اه انا دلوقتي انا شغالة في شركة القطن باسكندرية. تمام. فاني ماخدتش الخمس علوات. تمام. ماخدتش الخمس علوات بتوعي. كلهم اتصرفوش. اتي مازلت موجودة. مازلت في الخدمة. نعم. مازلت في الخدمة. ايوة صلحت بالخدمة اخدت اه اه انا مصلى عن نبي اه صلحت كده بعش مباطر. طيب. طلقتي معاش مبكر يعني. اه معاش مبكر. حد من زميلك. صرف العلاوة منه? لا محدش صرف انا معرفش محد الصرف. انا طلحت وخلاص على كده. طيب. هيرد عليك تابعين يا ماما وشبب اشكرك لاتصالك الاول وتابعين هيرد عليك المسيح حسين. هو طبعا موضوع الاقشامس علوات بالنسبة لعاملين بالدولة موضوع مهم. وموضوع شيء. النهاردة هي النهاردة ما اتجهدش اساسا لما اكتب فض المنازعات. يعني هي بتقول لك انا طلعت ومعرفش. بس سامعا فيه وفيه واني بناس خدت. اه. النهاردة زي ما قلنا في بداية الحلقة هتتجه لما اكتب فض المنازعات. وهتاخد اوراعة معاها. طب النهاردة اللي ما يعرفش ده لازم 100% يلجأ لمحامي. يعني هو المحامي هو اللي بدي. يعني انا بحاول اسهل دايما على المشاهدة او على الجمهور. الحاجة اللي ما تستدعيش محامي ويقدر يعملها بنفسه ويعملها. هل دي من الامور اللي ممكن ما تستدعيش لمحامي ومصاريف لانها بتدورها علاوة. مش عايزة تدفع اتعاب. خلينا برضو عمليين وبنرأي زروف الناس. هو الدعاوة العملية معظمها يعني بمعظمها بيبقوا فعلا الناس هم اصلا بيدوروا على. هو في الحاجة للالف جنيه والالفين جنيه اللي يصرفوا عليه في يعني في معيشته. مش عايز يصرفهم. النهاردة خط السير يعني خط السير النهاردة لو هي بتلجأ لمكتب فض المنازعات. بتبدأ ان هي طلب صيغة عادي جدا بدون اي رسوم. مكتب فض المنازعات ده انا موجود فيه برضو. موجود في جهة لدريات التابع ليه. يعني هي تابع شغلها. كل جهة لها في مكتب فض المنازعات بتاعه. اه يعني متهالم تابعانا يا حاجة حكمة. تبع الشغل بتاعك فيه حاجة اسمها مكتب فض المنازعات. تبتكر الاسم ده كويس. انت تقدري بنفسك في مكتب فض المنازعات. يعني مش عايزة تعملي طلب وتكتبي انك عايزة تصرف العلوات. وبدو الرسوم طبعا. طلب بيبقى موجود لجنة فض المنازعات بناموزك بتاخده. بتملاه وبتبدأ تقدمه وتقدمها حفظ مستنات فيها اوراقها اللي هو كدرها الوظيفي. اه احقيتها في العلوات دي. الكارات اللي صدرت بيها العلوات دي. والمستنات اللي بتحتاجها ترتبها. ثم بيطلبوا منها ورق بتحضروا وتديبوا. تمام. بتقدم الورق دوت وفي خلال خمستاشر يوم بيتحدد لها جلسة. في خلال خمستاشر يوم. والله اده صيغة تنفيذية على الموضوع بتاخد على صيغة تنفيذية على احقيتها. يعني يدوها قرار بصرف العلاوة. وبتاخد عليه يكون مزهل بالصيغة التنفيذية من لجنة فضل المنزعات. لما بيدوها احقية. حل. بتاخد بتاخد الصيغة التنفيذية بتاعة لجنة فضل المنزعات. وبتتاجه بيها للجاة الادارية انها عايزة تنفذ التنفيذ العلوات. حل. فالنهاردة 90% من اللي جانب فضل المنزعات ما بتديش احقية. يقول لك اتاجه للدعوة. خليني نقول كخطوة ونفترض انه ها فعلا لجنة. لو تمت لو تمت بيبدأ ان هو يديها صيغة تنفيذية بتوديها للشغل بيبدأ ان هو يتخش على التسويات في الحسابات يبدأ ان هو يرتب لها تنزل مع المعاش ينزل لها معها بقيت فرق العلاوات دي. النهاردة لو الحل التاني لو الفرض التاني لو لك نتفضل المنزعات ما ما توصلتش الحل معها او مدتاش احقية. ساعتها تلجع بقى لمحامي كخطوة اولى. لكن خلينا في الاول كخطوة اولى يعني بنفسك اعتمدي على نفسك اولا وبعد كنا نبقى نتكلم واحنا موجودين معاك برضو في الخدمة احنا كمان. خليني ااخد اتصال من استيز ابراهيم. احنا اسفينه. يا بتاعت عمر يا فاند. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك انا عندي مغزن اه معجره. معاك. والراجل اللي هو معجر المغزن عندي دوت اه توفى. كمان? فطبعا مش عارف اعمل ايه. هو توفى اللي كان معجر عندي. تمام. وارملته وهي الموجودة. طيب خليني يعني هسألك مع انا ومصروح حسين الاول العقد ده انت كنت عامله امتى? اه العقد ده هم اللي عاملو بعشر سنين. من امتى? وهم المفروض يصلقهم في الفين اه عشرين. يعني انت عامل العقد ده قريب. يعني من عشر سنين. طب النشاط المحل ده كان ايه? اه هو مغزن. مغزن? مغزن اه. مجر ومغزن. شغال لحد الوقت ولا فاضي من بعد الوفاة? لا هي مشغلاة. مشغلاة من بعد الوفاة اه. خليني يعني خليك بتابعنا. مشغلاة حالياة بعد الوفاة. طيب. المصروح حسين هيرد على حضرتك. هو طبعا اللي انا فهمت من الاستاذ ان هو عقد ايجار اه محل. بس طبعا خضي على القانون اه اربعة لسنة ستة وتسعين. اه. باعتبار ان هو محدد ومحدد المدة. عشر سنين وينتهي في سنة تلاتة وعشرين. تمام. النهاردة لو حد من الورصة بيبشر نفس النشاط. ما حدش يقدر يقول له حاجة. وحتى لو ما بيبشرش نفس النشاط. يعني النهاردة انا مش مش عقد ايجار قديم عشان اقول ان ان الوريس يمتدله فيه امتداد مرة واحدة او ما فيش. او اجي اقول ان ان هو هيبشر نفس النشاط او لا. تمام مع البشر. تمام. فالنهاردة ده عقد محدد المدة. والعقد شريعة المتعاقدين. فالنهاردة محدد المدة. من 2013 لغاية 2014. يعني ربدا على استاذ ابراهيم. المشارح حسين بيقولك انه العقد يكتمل حتى نهايته. مع اي طرف من الورصة. ليه محرر العقد بقى المتوقف. هو ليه القيمة الايجارية. ليه القيمة الايجارية. لغاية انتهى المدة. يعني حتى لو زوجته بتعرض اللي بتديره الايجار. او بتعرضه عن طريق المحكمة. ليه انه هو سري معا في المدة. هو بقى هو وشأنه ورغبته وقردته بعد انتهى المدة. يبدأ يقول ان انا مش اجدد. يبدأ يقول ان انا هبدأ ازود. صح. اه بحتزن لك على الاتصالات. انما احنا برنامجنا هو لخدمة الناس. وبشكرك على تلقي. انا بابقى سعيد لما باجي البرنامج والاتصالات بتبقى اكتر من اللي احنا بنقول. بجملة الاتصالات اخوة سيد محمد مساء الخير. السلام عليكم. سيد محمد منين? انا من الشرقية. نورتنا الاول. الله يسرع معك يا فندم. اتفضل. انا يا فندم شغال من سنة الفين واتناشر بجالي تماما سنين. تماما سبا. ودلوقتي انا دلوقتي يعني بناخد اربعين جنيه. ده فين? ده في الشرق ايه في تربية والتعليم. تربية والتعليم. شغال ايه على كدر ايه ولا وظيفتك ايه? لا عشق عمال presentations. المرتبك الشهر كام يعني? اربعين جنيه يا فندم والله. اربعين جنيه في الشهر? اه والله العظيمة. اربعين جنيه في الشهر? اه والله. في حد قبنى للأجور في مصر اربعين جنيه في الشهر جي منين? انت اجبت الرقم ده منين? ماذا اربعين جنيه اللي احنا بداخدهم بالنا في ناس زي يعني مش انا الواحدة. ارجع تاني اسألك نفس السؤال. 40 جنيه في الشهر ولا في اليوم? لا في الشهر. ما فيش حد بيتقاضع 40 جنيه في الشهر. والله العزيم 40 جنيه في الشهر. هو العجل اصلا يا فندم. اه. نكتب فيه 80 زائد 10. 80 جنيه زائد 10. طيب. اه متأمن عليك? لا مش مؤمن علي يا فندم. يعني مبدئيا يعني انا طبعا ويعني والفايصل حتى اللي حسين معانا طبعا يعني هو الاعلم مننا بس انا اعلم جيدا انه الحد الابنى للاجور بعيد عن اللي انت بتقوله ده خالص في التأمينات الاجتماعية وفي كل الجهات يعني مفيش حد ليه الحق انه يعمل معاك عقد ب80 جنيه. ولا انا غلطان. اه طبعا. انا من 2012 يا فندم. ايا كان. تعديل العقود ده امر 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 وجوبي ده بش اه. انت بكلمني كمان الجهة اللي عاملة معاك العقد ده جهة خاصة ولا جهة حكومية. بتتقول لي وزارة حكومة. يعني الحكومة هتخالف القانون مستحيل. ما اظنش من تقول الكلام ده. طب هستسمحك. هستسمحك. اه رقم اه اه تليفون موجود اه في الكنترول اه يعني من فضلك يا جماعة. عايزين رقم اه الحج محمد. وبعت لنا صورة من العقد ده ان كنت انت على حق. انا اللي اللي بعلنها دلوقتي. وانا ما اظنش. بس خليني بفترض ان انت على حق. خليني اشوف العقد ده واتابع معاك. واتابع في الوزارة هناك. وفي المدرية التعليم في الشرقية. نشوف الوضع ده ايه. متالي مفارقة. طبعا يعني اربعين جنيه اربعين جنيه في الشهر يعني جنيه في اليوم. يعني هو اشغال على كدر ايه. حتى لو عامل. خليني اقول اقل كدر وظيفي. النهاردة معاناة الدولة الخمس سبع سنين اللي فاتوا. كانت معاناة الدولة كلها في الخمس لسبع سنين اللي فاتوا. من بعد الثورة. هي ان المعدل الرواتب والاجور هي اعلى. وده تم بالفعل في خطط خمسية. طبعا. واحنا شوفنا نتيجة ده. في مرتبات وفي معاشات لانه. اجورك ده ده ضعف. انما اربعين جنيه وشهر. والعقد معمول بكده ده عمر. لا هو برض ان هو يكون اه. يكون شغال عمالة. لا شغال عمالة يومية. بمعنى ان هو يعني زي زي اللي بيجي يشتغل نفسه. هو اه شغال في التربية والتعليم. اه. وكان حكومي كل حاجة. بس النهاردة شغال بيومية. او شغال يعني بعقد. بيجي حسب يومه. بيقدر له يومه بتمانين جنيه. ولا بيقدر له يومه باربعين. احنا برضو. العملية المفارقة دي. ممكن يكون الاساسي بتاعه. الاساسي بتاعه 40 جنيه. اه. وعنده زي مثلا بدل بدل الحضور. بدل مخاطر مهنية. بدل مش عارف ايه. يعني انشاءات البدلات دي. هي امور كتير. تجمع معاه مثلا تجمع معاه لل الف ومتين لل الف ونص. صح. هنعرف الامور دي كله. حسين اه. عاقد. حسين اه. تقلنا عليك المهاردة. لا يا فاندم لا يا سفرائيوس. انا سعيق كده المهاردة. يمكن ما كلمناش بنسبة مية في المية في الموضوع. نكمله في حلقة تالية. النصب. انما توعدنا قبل ما نمشي. طبعا. طبعا. ان انت هتكمل معانا. طبعا. طبعا. النصب. لانه عندنا اسئلة كتير وعندنا الصفصالات كتير فيه. انما احنا كلنا اذان صغيرة للجمهور وحل مشاكلهم. طبعا. طبعا. وحل اه. كل المشكلات اللي عند الناس قانونية ايا كانت او او تعاملات مع جهاد. اه. بشكرك في نهاية لقائي. الله عليك الزبراين. نورتني متشار حسين عبدالفتاح. معها. بقول لكم صفحة دفتر احوال بالعربي. على الفيسبوك. اه. اي رسالة بتتبعت. ارقام تليفوناتنا كمان موجودة على الصفحة. نقدر نتواصل مع بعض طوال الاسبوع. اي حد عنده مشكلة. عنده استغاسة. عنده استفسار. موجودين طوال الاسبوع. عندنا فريق قانوني. اه. شغال على قدم الوساق. لحل مشاكل الناس. اه. بنساعد الناس. بنساعد الدولة. بنساعد بعض. في الاخر. اه. يعني لازال الخير في امتي الى يوم الدين صدق رسول الله. بتشكركم في نهاية الحلقة. وبقول لكم اراكم الاسبوع الجاي في نفس المعاد في دفتر احوال. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة